بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أحبائي وأخواتي في كل مكان وكل زمان أهلا بيكم في الحصة الخامسة من سلسلة تعليم مرضات الشماس حصة اللي فاتت أخدنا أشية سلام الكنيسة من عرضة هناخد أشية الأباء اللي بنذكر فيها اسم سيدنا البابا وسيدنا الأسكف أشية سهلة جداً بيظن البعض إنها صعبة عشان هي طويلة شوية لكن هي الحقيقة مركبة على أشية سلام الكنيسة زي ما قلنا في الحصة اللي فاتت هنحاول نبسطها على قد ما بنقدر وبإذن ربنا تكون مناسبة للكل ومفيدة للجميع نقرأ كده الكلمات بروس إفكسس ت طبعاً الكلمتين أخدناهم متعودين عليهم إبيرتو أرشي وشي اللي فاتت كات إبيرتيس نعرضة بقت إبيرتو أرشي إريوس إيمون بابا آفا تودرس بابا كي بطريارخو كي أرشي إبسكوبو تيس مغالو بوليوس أليكساندرياس كيتو بطرس إيمون تو إبسكوبو آفا وهنا بتذكر اسم الأسكف والبروشي اللي عنده حضرتك آفا دانيال كيتون أرثودوكس إيمون إبسكوب نعرى مرة كمان pros إبكسس تي إبيرتو أرشي إريوس إيمون بابا آفا تودرس بابا كي بطريارخو كي أرشي إبسكوبو تيس مغالو بوليوس أليكساندرياس كيتو بطرس إيمون تو إبسكوبو آفا دانيال إتون أرثودوكس إيمون إبسكوبو أتلاحظ إن الحتة دي كيتو بطرس إيمون تو إبسكوبو آفا دانيال مش موجودة في الكتب واللي متعودين عليها وبنسمعها ننبيف كي شفير لكن الحقيقة هو المرض كل يوناني فينبغي إن الحتة بتاعت الأسكف لو كان فيه أسكف موجود بتضاف برضو باليوناني علشان كده هنقولها باليوناني بحس يبقى المرض كل يوناني على بعضه ما يبقاش التلت الأولاني إبطي والأخطية التلت الأولاني يوناني والأخير يوناني وفي النص نحط حتة إبطي بتبقى الحقيقة مش مقبولة يعني فالمرض يبقى كله على بعضه لغة واحدة خش على طول على اللحنة عشان ما طولش عليكم اسمع كده البداية نفس بداية الأشية اللي فاتت فأنا بشجع أي حد لو أول مرة تتفرج على الحصص ارجع للحصص اللي فاتت هتكون الموضوع هيبقى سهل أكتر عليك يعني زي ما تعودنا فيه علامة استفهام يبقى ده كله كده كان سؤال نجمة بتسأل كله على بعضين في الأشياء اللي فاتت قلنا كان السؤال صغير هنا كبيرة شوية نقول تاني من الأول مرة كمان ده كان السؤال بتاعنا والجواب أنا وافق أنك تقدر تقول الجواب بتاعه لوحدك بابا آفا توادروس جميلة خالص تاني بابا آفا توادروس طيب نقول من الأول مرة كمان بروس فيها أربع حزات زي الأشياء اللي فاتت بالظبط كلمة بابا هنا الهزات دي مش بتفكرك بحاجة أكيد هتفكرك بكلمة أجياس اللي أخدناها في القشية اللي فاتت فإحنا قلنا بابا وبعدين هزة وأربعة وتلاتة هناك كانوا أربعة عشان كان هنا فيه مقطعين في الآخر هنا خلناهم تلاتة بس بابا نقسمها تاني بابا البابا الأولانية وبعدين هزة بترجع بابا والأربعة دول زي السلم آآ نزلنا سلم باربعة ونطلع بتلاتة آآ طب على بعضي هتجي إزاي بابا كمان بابا طب يلا معايا من الأول ولا مرة كمان ونبص صار ابطي ابطي بص بقى اللي جاي جواب من غير سؤال دول زي بعض كبطر يرخو كأرشي كمان كبطر يرخو كأرشي تاني كبطر يرخو كأرشي طب دولها مع بابا بابا كبطر يرخو كأرشي ونكمل الجواب سهلة جدا دي عارف زي ايه بالزبط دي بابا طوضروس زي كلمة طوضروس بالزبط طيب نقول من عند بابا الطويلة دي يلا معايا بابا كبطر يرخو كأرشي ايبسكوبو تيز مرة كمان بابا بابا كبطر يرخو كأرشي ايبسكوبو تيز طيب بص بقى الحتة اللي جاية سؤال عبارة عن كلمتين وجواب عبارة عن كلمة حاول تجرب كده تقول مع نفسك ده السؤال سهل جدا وصغير عشان هو كلمتين بس فمدنا شوية في كلمة مغالو عشان تثبت النغمة معنا والجواب زي إيبسكوبو تيز أليكساندرياس مغالو مغالو بوليوس أليكساندرياس طيب تعالا معايا كده أقول من الأول مغالو بوليوس مغالو بوليوس أليكساندرياس في معلومة أحب أقولها الجزء بتاع الأوسكوف بس بيتقال لو فيه أبروشية فيها أوسكوف منجلس أو أوسكوف عام لكن فيه أبروشيات تتبعى القلص البابا مباشرة زي اسكندريا فمش بنقول الجزء بعد أليكساندرياس على طول بنختم كيتون أرثودوكس إيمون إيبسكوبن على طول لكن طالما فيه أوسكوف أبروشية بنزود الحتة لي وزي ما قلت في بداية الحصة هنقولها باليوناني عشان يبقى المرض كله يوناني كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو آفا وتحط أوسكوف في الأبروشية اللي عندك احنا طبعا أبروشية المعادي طبعا سيدنا أمبا دانيال فهنقول آفا دانيال هنا الجزء ده عبارة عن سؤال كله بص هيبقى عامل ازاي كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو سهلة جدا تاني كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو والوحدة كتقدر تقول الجواب آفا دانيال على بعضها بقى كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو آفا دانيال مرة كمان كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو آفا دانيال طيب تعالي نرجع حتة نقول من عمد مغالو مغالو بوليوس أليكساندرياس كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو آفا دانيال طيب تعالك كده مع بعض نجرب نقول مرة الأول من عمد مغالو باتروس إيمون كيتو باتروس إيمون تو إيبسكوبو آفا دانيال اللون الأصفر جاه معنى كده إن إحنا هنمهد ونختم كيتون كمان دي كيتون أرثو دوكس إيمون لو فاكر قشية سلام الكنيسة هتلاقي نفس الحتة ديه في قشية سلام الكنيسة في الآخر اللي هي أرثو دوكس تثيء أرثو دوكس إيمون زي بعض بالزبط بس كيتون هي اللي زالت شوية كيتون كمان كيتون أرثو دوكس إيمون إيمون تحس إن فيها وزن كده بيأهلك إن انت تختم مزبوط يعني لو حاولت تقول معايا دي أنا هكمل هتلاقي نفسك بتقول معايا إبسكوب المزبوط يلا نجرب كيتون أرثو دوكس إيمون إبسكوب أو 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 أنا عارف ووافق إن انت قلت إبسكوب المزبوط من قبل ما تسمعها مني طيب تعال نقولها مرة كمان تفضل كيتون أرثو دوكس إيمون أرثو دوكس إيمون أرثو دوكس إيمون أرثو دوكس إيمون طيب تعال نقول الجزء بتاع الأوسكوف كده كله على بعضه من عند كيتو بطرس كيتو بطرس إيمون أرثو دوكس إيمون أرثو دوكس إيمون أرثو دوكس إيمون ولكنه ممتع الحاجة الطويلة لما بتتقسم حتة حتة ونفهم النغمات اللي بتتعاد ونعرف الكلمات مصبوط ونقرها كويس الدنيا بتبقى سهلة جدا بشجعكم ان انتو اي لحن كبير اي مرض طويل ما تخافش منه ابدا الطويل لما بتقسم بيبقى عبارة عن حتة صغيرة نمسك حتة حتة لوحدها والدنيا بتبقى سهلة جدا طيب تعالوا مع بعض نقولوا المرض كله عشان ناخده بالعربي تفضل مغالو بوليوس عاليكساندرياس كيتو بطرس ايمون تو ابسكوب آفا دانيال كيتون ارثو دوكس ايمون ابيسكوب اوبون و جيد الوقت وقتنا مع المرض بالعربي زي ما قلت لكم الحصة اللي فاتت وكل حصة ان معظم المرضات العربي مركبة على الابطي او اليوناني طبعا مع فرق ان المعاني شوية بتبقى يعني كلمة بتبقى ممكن معناها كلمتين في القبطي كلمة واحدة في العربي فعلشان كده بتختلف لكن القعدة واحدة سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب تمهد للختام ود الختام يعني ممكن بالعلامات دي ممكن حضرتك تقدر تقول على طول من قبل ما تسمع مني لكن خلينا نقول صلوا زي صلوا اللي فاتت في قشية السلامة وزي كلمة بروس هنا بروس هتبقى صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا ده كان السؤال بتاعنا نقوله تاني صلوا من اجل رئيس رئيس دي اعلى كلمة في السؤال ده تاني صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا والجواب المعظم الأنبى دول زي بعض المعظم الأنبى طوى دروس الثاني طبعا ممكن نقول كلمة الثاني او لأ بس احنا في العربي اتعودنا ان احنا نسمعها البابا الأنبى طوى دروس الثاني صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبى دروس الثاني كلمة بابا في العربي زي بابا في اليوناني بابا ونكمل السؤال وبطريارك ورئيس كمان وبطريارك ورئيس يبقى كلمة بابا زي بابا هنا لوحدها بعد كده سؤال صغير وبطريارك ورئيس كمان وبطريارك ورئيس الجواب بتاعه طويل شوية أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية كمان من عنده وبطريارك وبطريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية لما يكون نغمة الجواب طويلة فيها كلمات كتير أو السؤال بنمسك نغمة ونقررها زي ما حضرتك أكيد لحظت إن كلمة أساقفة زي كلمة المدينة زي نص كلمة العظمى بص إزاي وركز فيها كده وبطريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية بنمسك النغمة ونعيدها كذا مرة طالما الجواب طويل تاني من عنده وبطريارك ولا أقول لك نقول من عند بابا بابا وبطريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية نكمل الجزء بتاع الأسكف وشريكه في الخدمة الرسولية ده كان سؤال نقوله تاني وشريكه في الخدمة الرسولية وفي سؤال تاني أبينا الأسكف المكرم يبقى كده السؤالين وراء بعض والجواب بتاعهم واحد الأنبا دانيال نقول تاني السؤالين والجواب ده وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسكف المكرم الأنبا دانيال ودي الحتة اللي بنزودها لو فيه أسكف للأبروشية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسكف المكرم الأنبا دانيال ولو خدت بالك أن اللون الأصفر جه يبقى دي نغمة هتمهد واللون الأخضر نغمة هتختم المرض وسائري أساقفاتنا كمان وسائري أساقفاتنا كمان وسائري أساقفاتنا ولوحدك هتقدر تقول دي من غير ما نقول يلا نقرب نقول وسائر وكمل معايا وسائري أساقفاتنا الأرثودوكسين أربعة أربعة واحد لكن هنا مقلوبة معلش سلفوني وسائر تاني وسائري أساقفاتنا الأرثودوكسين طيب تعال نقول من عنده وشريكه وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسكف المكرم الأنبا دانيال وسائري أساقفاتنا الأرثودوكسين يلا بقى نقول المرض كله مع بعض بالعربي أنا بحاول ما قطرش عليكم لكن أنت تقدر توقف الفيديو وتعيد تاني لو عايز أو بعد الحصة تسمعها وتنزلها عندك على الموبايل وتخليها معاك تسمعها في أي وقت وأكتر من مرة لو تحب يلا نقول مع بعض صلوا من عجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا طوضروس الثاني بابا وبطر يرك ورئيس أساقفة المدينة العزمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا العسكو في المكرم الأنبا دانيال وسائري أساقفاتنا الأرثوذكسين وبكده نكون خلصنا حسيتنا النهاردة بإذن ربنا بكرة في نفس المعاد مع أشية القمامسة والقصوص والشمامسة لو الحصة عجبتك واستفدت منها تقدر تكتب لنا في التعليقات ولو محتاج أي حاجة برضو تقدر تكتب لنا وإحنا بنعمة ربنا بنرد على كل التعليقات شكرا لكم والوقتكم اللي بتقضوا معنا وتعيشوا لكل مرة ونشوفكم على خير في حصة جديدة